موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا علماء من حضر موت حديثنا اليوم هو عن العالم العلامة والجهبذ الفهامة محمد بن عمر بن بكران بن سلم ولد الشيخ محمد بن سلم في الشحر وتربى على يد والده ومن لطائف القدري أن والده ذهب إلى غيل باوزير في زيارة فتوفي هناك فقبرة في الغيل أي في غيل باوزير التي ستكون بعد ذلك موطناً لولده فكأن مخبآت القدر تذهب أولاً بالوالد ليذهب بعد ذلك الولد نشأ في الشحر وطلب العلم على علمائها حين ذاك ومنهم الشيخ ناصر ابن الشيخ علي اليافعي ناصر ابن صالح ابن الشيخ علي صاحب المدرسة التي صارت بعد ذلك مسجداً يسمى بمسجد المدرسة وكان يعامله في دروسه الشيخ مبارك ودعان الأزهري أيضاً من علماء الشحر في تلك الفترة وبينما محمد ابن عمر بن سلم جالساً في بعض دروسه عند مشايخه يقرأ كتاباً أخطأ في النحو ولحن في كلمة فرد عليه بعض الحاضرين وكأن رده كان بعنفه فآلا يميناً حلف يميناً أن يذهب إلى بلاد تجمع له العلوم كلها ولا يعود إلا عالماً ولم يكن حينذاك إلا الأزهر الشريف الذي يستقبل الطلاب من أنحاء العرض فركب على مركب شراعي وسافر إلى الأزهر وصل مصر ومن حسن حظه وطالعه الميمون أن تلقى العلم على خمس وعشرين من علماء الأزهر منهم الشيخ أحمد الرفاعي ومنهم شمس الدين الأنبابي شيخ الأزهر حينذاك ومنهم الشيخ أحمد البسيومي وغيرهم كثير وعكف على العلم وحقق نجاحاً ثم أدخل الامتحان وكان الامتحان الذي يجرى امتحاناً شفهي واجدمع له العلماء ويسألونه وكان يجيب بشجاعة وبرهن على ذكاء خارج وعلى الطلاع واسع في أجوبته على امتحانهم ثم كتبوا له إجازة ووجع على هذه الإجازة خمس وعشرون عالماً من علماء المذاهب الأربعة ومن العلماء الذين يدرسون الآلات من نحو ومنطق وفلك إلى غير ذلك كتبوا فيها وكان ممن هاجر إلى مصرنا وعكف على اقتطاف الفنون العلمية من رياض درسنا وحضار في أزهرنا الكتب المختصرة والمطولة من بلغ مراده في هذا الشأن واستكمله ولدنا وقرة أعيوننا المرتوي من بحر الحقائق الشيخ الفاضل والجهبد الكامل محمد بن عمر بن سلم العقيلي الشحري ولما عادت على هذا المنجد عوائد أزهرنا وتحلى بأنظر حلة من محاسن مصرنا وحنت له الأوطان وطالبه الأهل والإخوان لبى وأجاب وحن لللقاء والاقتراب إلى أن قالوا فيها فأجزناه بكل ما تجوز لنا روايته ودرايته إجازة عامة في التدريس والفتوى ونصيه بتقوى الله في السر والنجوى وثم طلبوا منه أن يدعو لهم ووقع على هذه الإجازة علماء الأزهر كلهم ثم أجازه بعضهم إجازات خاصة كالشيخ أحمد الرفاعي في صحيح الإمام البخاري وفي مسلسلاتهم كمسلسل كالحديث المسلسلي بيوم عاشورا بهذا بلغ المجد وما قصبات السبق إلا لماجد سعى فاحتوى دون الرجال المسائية وبينما هو خارج من مصر عزم على أن يعرج على الحجاز على الحرمين ليؤدي النسوكين وليلتقي هناك بعلماء الحجاز فحج واعتمر وزار قبر المصطفى والتقى بمكة بالنفتيها الشيخ أحمد زيني دحلان وبغيره من العلماء وأخذ الإجازة منهم ثم توجه إلى حضر موت وعاد إلى الشحر ليبدأ تاريخا جديدا في حياته ولينشئ مشروعا مشروعه الذي طالما حلم به ذلكم الفتى ولأجله فارق الأطواء الأوطان وتغرب بدأ يعقد دروسه في بعض مساجد الشحر وقسمها إلى دروس خاصة وإلى دروس عامة وبدأ الناس يقبلون عليه وذا عصيطه وقصد بالفتئة من كل مكان فعرض عليه السلطان أغالب أن يتولى القباء في السلطنة القعيطية أو أن يترأس القباء فأبى لأن له رسالة يريد أن يؤديها رسالة علمية هاجر من أجلها ورجع ليحيي بلاده لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه فقد خيبت آماله أن أناساً في الشحر حاربوه وآذوه وضيقوا عليه دروسه إلى درجة أنهم يطفئون السراج عندما يسرجوه ليجلس في درسه فذو الجاه وذو المناصب في الشحر ضيقهم الأمر ولم يريدوا لهذا الشاب أن يبرز وفي يوم من الأيام قدم إلى الشحر فتية من غيل بوزير عندهم قضية يترافعون فيها عند قاضي الشحر ودخلوا على الشيخ في مسجد ابن عمران فأخذ أصغرهم يناقشه في مسائل ويسأله والشيخ يجيب فأعجب بالفتاة فكانت بعد ذلك مع هذا الفتاة محاورة سنعرفها بعد هذا الفاصل لتبدأ بسبب تلك المحاورة مرحلة جديدة من حياة علامتنا ابن سلم نعود معكم بعد هذا الفاصل الكصير عود على بدء من الفاصل الذي كنتم فيه دخل على الشيخ ابن سلم وهو يدرس في مسجد بن عمران أولئكم الفتية الذين أتوا من غيل بوزير في قضيتهم عند القاضي وأخذ أصغرهم يسأله ويباحثه والشيخ يجيب ويعجب بذكاء الفتاة ثم سأله من أين أنت فقال له من غيل بوزير فقال له من آل من قال له من آل بوزير قال له ما اسمك فقال الفتاة عبد الصادق فأخذ الشيخ يداعبه عبد الصادق الصادق فقال الفتاة الصادق اسم من أسماء الله الحسنى ورد في ذلك حديث في الجامع الكبير بالصيوط قال الشيخ والجامع الكبير أيضا أنت تقرأه قال نعم قال له من شيخك قال له لا شيخ لي فياليت أن تقدم معنا إلى الغيل لنأخذ من علمك قال له هل في الغيل شباب هل في غيل بوزير شباب مثلك يحبون العلم ويقرأون قال نعم وسأجمعهم لك فما كان من الشيخ محمد بن سلم إلا أن يغادر الشحر لأن مغنية الحي لا تطرب عذيرية من فتية بالعراق قلوبهم بالجفاق ما يزيبهم إن تدلت بخير على غير جيرانهم تسكب وعذرهم عند تأنيبهم مغنية الحي لا تطرب فالعود في أرضه نوع من الحطب هاجر إلى الغيل وكله أسف على فراق الأهل والأحباب والخلان إنه يراجع ذكريات الصبا في الشحر لكنه ترك ذلك كله بسبب أنه يريد أن يؤدي الرسالة التي أخذها على عنوغه ذهب إلى الغيل هناك ونزل ضيفا على ذاك الفتا عبدالصادق وأبرز له أو ترك له جزءا من داره يسكن شيخه فيه أو يسكن شيخه فيه وخرج إلى مسجد جامع عبد الرحيم ابن عمر بوزير جامع الغيل وألقى دروسا هناك وأقبل الناس عليه ثم ابتنى مكانا بجانب دار تلميذه لكنه صغير لم يساعد طلاب فعزم على ابتناء الرباط فبنى الرباط من أمواله الخاصة وعاونه على ذلك الخيرون من أهل الغيل بل أتت العامة كلهم ليبنوا وينقلوا الحجارة معه وكان من بينهم شاعر يسمى بسعيد ناصر بن حامد كان يرتجز ببيت يقوله والناس كلهم ينقلون الحجارة ويرددون ذلك البيت يقوله فيه يقول ابو ناصر بان ابني في الجنة مكان ياريت عاد الشيخ يتفضل يعلمنا القرآن قال ابن سلم علمناك القرآن وبني ذلكم الرباط وكان فاتحة خير على الغيل إن هذا الشيخ هو الباني لنحضة تلكم البلاد بنى نحضتها بعد أن خفت العلم فيها وأعاد مجدها بعد مجد قد أسسه فيها مؤسس جامعها الشيخ عبد الرحيم ابن سعيد بوزير عبد الرحيم ابن عمر بوزير بدأ نشاطه العلمي في الرباط من وقت السحر من قبل الفجر فيجلس لقراءة القرآن مع طلابه ويحضر التفاسير فما أن يبزغ الفجر عليهم وكانوا يؤخرون صلاة الفجر ثم يصلون وبعد الفجر تؤقد الدروس اللغوية والنحوية وتحفظ فيها المتون العلمية كالألفية والملحة وبعد الضحاء تبدأ الدروس الفجهية وبعد العصر تبدأ الدروس الحديثية وهكذا أقبل الناس عليه من كل مكان وتنوعت معارف ذلكم الرباط وأحياء من العلم ما كان دارسا في تلكم البلاد وكان حينها يكرر مقالات للطلاب ذكر شيخنا الشيخ أحمد بارفعة الذي ألف كتابا في مناجب الشيخ ابن سلم قال إن من مقالات الشيخ ابن سلم التي يكررها دائما على طلابه تفقه قبل أن تسوده وكان يكرر عليهم تفقه قبل أن ترأس تفقه قبل أن تسودوا من كلام سيدنا عمر بن الخطاب وكان يكرر أيضا كلاما للشافعي تفقه قبل أن ترأس فإن رأس فإذا رأست فلن تتفقه أو فلا سبيل لك إلى التفقه كان له اختيارات من ضمن اختياراته الفقهية تأخيره لصلاة الفجر إلى وقت الإسفار أخبرني شيخنا الفقيه الشيخ سعيد بالرعية قال كنا ندرس في الرباط وكنا من المجاورين المقيمين فيه فلا نصلي الفجر إلا بعد الإسفار والإسفار عند الفقه أن يميز الشخص بين الذئب وبين الكلب يظهر الضوء فإذا ميز الناظر بلا سراج بين هذين الحيوانين الذين هما أكثر شبها دخل وقت الإسفار قال اختيار للشيخ ابن سلم أن وقت الفجر أفضله وقت الإسفار لقول النبي أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر والحديث في صحيح الإمام مسلم له أيضا من آثاره التي بقيت أو بقي الفقهاء يكررونها ما أخبرني به شيخ الفقيه الشيخ عبد الكريم الملاحي أن مسافة القصر بتحديد الشيخ محمد ابن عمر بن سلم من الشحر إلى قرية تسمى بشار ومن شرقا ومن الشحر إلى قرية بروم أغربا كانت وفاة هذا العالم عام 1329 في المكلة قيل أنه مات مسموما رحمه الله تعالى والعلم عند الله وقيلت فيه المراثي العجيبة وأسف الناس لموته وحزنوا حزنا شديدا ومن أحسن المراثي التي قيلت فيه ولم يزل الناس يكررونها برثية قالها وزير الدولة القعيطية الحبيب حسين بن حامد المحضار يقول فيها يقول بوطالب على بن سلم جودي يا عيون دموع سيالة على خصب المخيلة في المزون على إمام العصر هذا صاحب العرض المصون عليك يا بن سلم حتى الطيرعة يبكي شنون ثم قال ليت الفداء يقبل بانفدي عن الشيخ أربعون ولا مئهم الناس لا نفعوا ولا بانفعون جلوس في الدنيا كذا مثل البهايم يأكلون جلوس في الدنيا كذا مثل البهايم يأكلون يتبعون الله لكن كيف نلقي بالمنون رحمه الله ورحمة الأبرار وأسكنه دار القرار ونفعنا وطلاب العلم بعلومه في الدارين وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجنا علماء من حضر موت لنستعرض فيها شخصية أخرى وعلما آخر من أعلام هذه البلاد نلقاكم بمشيئة الله قريبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة